نظمت مؤسسة حياة كريمة بمحافظة بني سويف جلسة للحوار المجتمعي مع أهالي قرى مركز بني سويف بعد إدراجهم دن المرحلة الثانية للمبادرة يأتي ذلك بهدف إتاحة الفرصة للاستماع إلى أرائهم ومقترحاتهم حول مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري والتي تعمل على إنشاء الكثير من المشاريع في هذه القرى من أجل تحسين أوجه الحياة فيها تضمنت الجلسة استعراض المشروعات المخططة تنفيذها بقرى المركز كما شملت نقاشا مع الأهالي والإجابة عن تساؤلاتهم المختلفة حول المشروعات التي سيتم تنفيذها الفترة القادمة النهاردة كان عندنا حوار مجتمعي لقرى المرحلة الثانية في بني سويف اللي ستبدأ إن شاء الله ومجرد الانتهاء من مركزي بيبا وناصر النهاردة قعدنا وسمعنا الأهالينا كل المشاكل والتحديات التي تتوجههم وقعدناهم إن شاء الله اللي كل المشاكل دين هتتم دراستها ويتم تلافي أي أسار أو أي مشاكل ظهرت في المرحلة اللي قبل كده في المرحلة التانية إن شاء الله